الكون يحدثنا عن قصة وجودنا منذ أزل الزمان قبل بداية الحركة كان السكون العام حيث لا مكان ولا حتى زمان حلقة واحدة مفقودة عن الكون تبدو كأنها مفقودة لكن الوجود أثبتها العدم والخلفية الكونية حقيقة الوجود الأسمى كيف كان العدم قبل الوجود إن البداية حيرت العلماء رغم عمليات البحث المكثفة وهذا هو سر البداية أن تصل إلى نقطة لا يمكن إثباتها حيث يشكل العدم القاعدة الأولى لكل شيء في شكل نقطي مختلف تماما عن ما نعرفه لا يشكل مكانا بل ركيزة أساسية لوجود المكان وبما أن العدم ساكن وثابت فهو التكوين الفاصل ما بين الزمان والمكان وهو غير مادي فلا يحتويه المكان وليس بحاجة إلى ركيزة ليقوم عليها إن اتفقنا على جميع النقاط السابقة الذكر يمكن أن نعرف العدم بأنه الركيزة الساكنة الثابتة لقيام الزمان والمكان وأن المكان والزمان يستندان إلى العدم والطاقة هي الرابط الرئيسي والمشكل للزمان والمكان والعدم هو مستقر الطاقة ومنبعها فكيف لشيء أن يبدأ من لا شيء؟ هذا سر النظام الكوني الثابت المتناسق فلو استند النشوء والتكوين إلى شيء لنهار كل شيء قبل أن يبدأ بسبب عدم الثبات والعدم يمكن أن يؤسس للوجود والوجود ينتهي إلى العدم حيث يمثل العدم حاجبا ثابتا وحاجزا فاصلا ما بين الوجود وعدمه ونشأت الحركة بفعل الطاقة ومثل الزمان بها وكانت الطاقة ساكنة في العدم ثم تحرر جزء بسيط منها دون حركة ووجدت الحركة نتيجة لهذا التحرر وبدأ الربط بين الزمان والمكان بفعل التصادم القائم بين الطاقة العدم الساكنة وجزء المتحرر منها مما أدى لنشوء أشكال أخرى من الطاقة نتجت بفعل هذا التحرر بداية بالطاقة الحركية الاهتزازية التصادمية وثم الطاقة الحرارية والتي ساهمت في تشكيل طاقة منفردة وأثرت على الجزء المتحرر من العدم بشكل كبير فبدأت الطاقة الساكنة في هذا الجزء تتحرك بفعل التأثير الحراري الناشئ من التصادم وتشكلت أشكال أخرى من الطاقة بفعل التأثير التحفيزي للاستدام والحرارة حتى اكتمل التحول الداخلي لهذا الجزء من العدم وكان الزمان ينشئ المكان ويرافق الحركة وبعد تمام التحول الطاقي ووصول الحرارة والحركة إلى أعلى المستويات بدأ الانفجار الأول في هذا الجزء من العدم ليشكل أجزاء أخرى وتكررت العملية ذاتها لتشكل النواة الأولى للمادة بفعل تكون طاقة مضادة تجذب وتربط بين الطاقات الأخرى عرفت بطاقة جاذبية وبعد نشوء النواة الأولى نشأت المدارات بفعل التأثير الزماني المكاني للحركة وكانت امتدادا حركيا لما تحويه النواة اختلف في شحنته عن النواة ومثل امتدادا للطاقة الداخلية لها بسبب اختلاف التأثير الزماني والمكاني مما أتم تكوين أول ذرة في الكون ذو مدار واحد وشحنة واحدة متكافئة مع النواة وكانت الذرة الأولى هي الهايدروجين المشتعل ثم ظهر الذرات أخرى متطورة أكثر وذو صفات مختلفة مثل الأكسجين والهيليوم وتزاحمت التكوينات في نقطة واحدة وأخذت تزداد الحرارة والضغط وتسارعت الحركة داخل هذه النقطة ونتيجة لذلك حدثت اندماجات مختلفة ومتكررة بين الذرات المختلفة مما أدى إلى نشوء عناصر أثقل فزاد الضغط على الحيز المكاني لهذه النقطة المحددة ضمن العدم وهنا كانت الطاقة المولدة ضمن هذه النقطة قد تفوقت على حاجز العدم مما أدى إلى حدوث انفجار عظيم وهو ما يعرف بالسوبر نوفا فانفطر العدم واتسع المكان وتمدد الزمان بشكل يترافق مع المكان والحركة وانتشر الغبار والغازات وبعض العناصر الثقيلة على نطاق واسع ونشأت السدم التي ساهمت وبشكل كبير في تكوين النجوم والكواكب وبالتالي تكونت المجرات ومع هذا التمدد أخذ الزمان يتباطأ وسيبقى كذلك حتى يتوقف تماما وتنعدم الحركة حينها سيرجع المكان ويضيق من جديد حتى يعود إلى العدم تماما وبشكل عكسي بدأت حكاية النشوء الأولى التي جاءت لتملأ العدم والفراغ وتبدأ قصة الوجود التي سنرويها لكم الآن عبر هذا الفيديو الشيق والمثير قبل وجود الزمان وقبل وجود المكان حيث لن يسبق للوجود أن وجد في عالم خفي استند المكان إليه ليتكون الزمان عليه حيث كل شيء ساكن وشديد الاستقرار يتوقف عنده زمان وينبع منه المكان عالم متناهي الدقة والبناء عالم غريب بعيد وقريب والاستدلال عليه بيّن إن أردت أن تعلم كيف أتى الكبير فانظر للصغير فقد قام النظام الزماني المكاني على هذا المسند الثابت المستقر ونشأت أعظم أسباب الوجود كبداية لانطلاق الزمان الذي رسم امتداداً حركياً لهذا العالم الخفي وشكل بذلك المكان في وضع تطابقي حركي ترجمة نانسي قنقر